ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فركوس تم نقله للمستشفى العسكري بالرباط لمتابعة علاجه بتعليمات ملكية بحيث تكفل الملك محمد السادس بمصارف علاجه وتطبيبه للإشارة ففركوس أجل تصوير فيلمه التلفزيون الجديد بونويكاند بسبب أحوال التقس والذي كان مقرراً الشروع في تصوير أولى مشاهده بداية شهر أكتوبر الماضي بحكم اعتماد أغلب المشاهد واللقطات على التساقطات المطارية